إذن أول قاعدة عندنا في التسامح إن إحنا بنفس المبين إيه؟ بنفس المبين الفعل والفاعل دي بقى أول قاعدة عندنا في التسامح الفصل ما بين الفعل والفعل قاعدة التانية بقى إن ليس معنى التغاضي إن أنا ما أقدرش الموقف لكن لازم أقدر الموقف أقدر الموقف زي الموقف اللي يستحق التقدير الموقف اللي يستحق إن أنا أقاف عنده لإن إيه اللي حاصل؟ بأن الإنسان على نفسه بصيرة لازم أنا إيه أقدر الموقف واشوف الأمر متكرر ولا لا واشوف الأمر ده وصل إلى أي مدى في حصلت خيانة أو حصل وناس كتير تقول لك إيه مثلا الناس المقبلين للزواج يتقول أنا تسمحت مع أنه عنده علاقات متعددة وقلت أن بعد الجواز ربنا يسلح حاله لا أنت من قبل الجواز إذا أنت لو عايزت تسمح تقول له على فكرة أنا عارفة أن أنت شخص فيك محاسن كتيرة بس أنا مش قادرة أتقبل ده فلما ييجي يقول لي والله إنت ليه مش متسمحة أقول له لا أنا متسمحة لأن أنا ما زلت بحبك لكن أنا الفعل ده أتلاقه أحبه لازم الخط الأحمر ده نقف عنده وفي شيء عجيب أن الجزر الأساسي لمعنى كلمة التقبل هي نفس جزر كلمة المستقبل فإحنا لازم نبص لأثر هذا في المستقبل فنقدر الحاجة فأنا بتقبل من أجل إن إحنا إنك تساعدنا ونتكاتف عشان نصلح ده في المستقبل لأن فلسفة التسامح إنه مش متسامح معك عشان تفضل زي ما أنت آه هو ده التسامح البناء بها لا يعرفت ليه بنتكلم على التسامح البناء إن التسامح مش معناه إن أنا تقبلتك لكي تظل على على ما أنت عليه شوف أنا بفهم حديث رسول الله وخاصة في الإطار الزواجي لا تكون عونا للشيطان على أخيك برضو من أشكال أن أكون عونا للشيطان على أخي إن أنا منصحوش إن أنا مساعدوش فأنا لازم عشان أكون متسامح إن أنا أساعده إنه يخرج أحسن ما فيه ويطبق قانون الإزاح إن الحسنات يذبن السيئات فأساعده إنه يخرج أحسن ما فيه ففي المستقبل يتخلص من معايبه هو ده التسامح البناء فالتسامح خطوة لكي أكون أفضل في المستقبل يبقى أنا مش معنا أن أنا بتسامح أتسامح بلا هدف لا هو لا التسامح البناء التسامح للبناء التسامح من أجل قيمة فالتسامح قيمة والتسامح أيضا إحنا بنذهب إلى قيمة التسامح يفتح قيمة الجمال يفتح قيمة الخير يفتح قيمة الرحمة إن أنا أرحمه من إنه يستمر بهذا السوق إن أنا أزيده خيره ويتقدم ويبقى أفضل في المستقبل وإنه كمان يتجمل وتخلص من القبيح هو ده كله معنى التسامع ومعنى أن أنا بساعدك بحيث أن الفعل اللي أنت فعلته ده ما يبقاش إيه ما تدمنوش فأساعدك أن أنت تتخلص من إدمان هذا الإيه هذا الفعل فما يبقاش حجر عثرة ما بين بناءنا الحياة ده كله بالقعدتين العبقريتين دول في مسألة الإيه؟ مسألة التغاضي نيجي للدرع التاني وده ضلع مهم جدا وضلع بعض الناس قد يسيء استعماله اللي هو العتاب العتاب دايما عند الناس الناس بتفهموا فلسفة العقاب العتاب عندنا هو فلسفة ماذا؟ التذكرة واليقظة فالعتاب لليقظة والتذكرة والهمة وليس العتاب للكسر ولا العتاب للتنغيص ولا العتاب للأذية ولكن العتاب للإيه؟ ولذلك العتاب ده فن وأنا لازم أرعيه وأبقى فنان وأنا باستخدمه لأن العتاب ممكن لو إننا ما تدربتش عليه ممكن يفتح باب المفسدة يتحول إلى إيه؟ يتحول إلى نوع من أنواع الانتقام بالكلام كلام من كلام في الجناب كده كلام من لا العتاب هو إيه؟ إيقاظ الإنسان وشحص همته وإحساسه بأن المستقبل أفضل بس ما كان من هذا الفعل لا يليق بيك فيه ناس بتقرر عدم العتاب على فكرة عشان هم مفاهمين العتاب بالمعنى السلب اللي احنا قلناه وهم عشان ما يترفضوش من الطرف الآخر لأن العتاب عندهم جلد يروح عامل إيه؟ يترك العتاب ويتصرف إزاي؟ وده نبع على فكرة من الحكم على الشخص من السلوكيات اللي هو بيعملها زي ما بنقول لازم نفصل ما بين الفعل والفعل وإلا هو يفضل يقول لي حصل يترفضو أن ما فيش فايدة من العتاب وييقاسو من التغيير لا 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 ما فيش الكلام ده اليأس ده بيمنع ناس كتير من محاولات العتاب والعتاب الهدف منه بالأساس إقامة حوار واستبصار ونشر الأنوار على كل ما كان من الإنسان في لحظات الانكسار فالعتاب عشان الواحد يخرج من الإنكار فالعتاب عشان الإنسان يحس أن المسألة يحطها في حاجة طبيعي ما يبقاش هو متمادي وحس أنه خلاص مش قادر يتغير فلما جاعت بقوله على فكرة حاجة بسيطة يعني المفروض ما تعملش كده وقوله إيه الحل وما ينفعش الهدف من العتاب يكون القاء الاتهامات على فكرة عشان نشاور على المخط ونقوله هو ده اللي أخطأ وصلنا لكده وبعدين نقض نلوم ونجلده واللي بيخلينا مش قادرين نتزن في العتاب إننا بنعيش في دور المظلومية ودور الضحية لإننا بنقيس كل الأحداث علينا إن إحنا بنخلي نفسنا ومشاعرنا هي المعيار وده مش صحيح لذلك مهم جدا إن نحن نحدد المعايير اللي بنتعامل بيها ونحتكم إليها فيما بيننا وبين الآخر ولازم المعايير دي تكون خارجنا زي الرحمة والخير والجمال عشان نقدر نروح وما نختلفش ده ترجمة نانسي قنقر